اشتركوا في القناة لأسس مدينة سيد قاسم هذه صورة من الضريح وعن وركم حتى فيديوهات وتفاصيل أخرى في هذه النشرة تفضلوا بالبقاء معنا هذه من وسط الضريح أنه تم إضرام النار وسط الضريح كما تشاهدون في هذه الفيديوهات هذه الفيديوهات من داخل الضريح تم إضرام النار فيه وفي تفاصيل هذا الخبر المتير فإنه تمكنت مصالح الضرك الملكي على مستوى إقليم سيد قاسم من توقيف سيدة يشتبه في قيامها بإضرام النار عمدا أول أمس الأربعاء بضريح سيد قاسم أبو عسرية ما تسبب في تحول الضريح إلى رماد ويقع ضريح سيد قاسم أبو عسرية بدوار سيد قاسم حروش جماعة وقيادة أنويرات حيث تم توقيف السيدة التي تقطن بجماعة الصفصافة في وقت هرعت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل إخماد النيران وتقول وطائق الشرفاء القاسميين إن ناسب سيد قاسم أبو عسرية يعود إلى علي بن أبي طالب حيث يتميز سيد قاسم بكونه من أولياء الله الصالحين المشهود لهم وكونه سليل الدوحة العلوي الشريفة وقد قامت قبيلة السفيانة بتأسيس أول تجمع سكاني أطلقوا عليه اسم سيد قاسم عام 1699 ميلادية أي قبل من ثلاثة قرون أو أربعة قرون بعد بناء ضريح دفينهم الولي الصالح سيد قاسم أبو عسرية على الضفة اليسرى لواد أيردم على مدخل جبل باب تيسرى حيث تكونت أولى بوادر تشكيل تجمع سكاني لهذه المدينة وقد تعززت هذه النشأة بإقدام السلطان موليسماعيل بين 1672 إلى 1727 ببناء قصبة البواخر قرب ضريح سيد قاسم أبو عسرية حيث السوطن هناك خمسون جنديا من عبيد البخاري هذه فقط نبدأ تاريخيا على هذا الضريح أيضا كينين تفاصيل أخرى بخصوص ما وقع في هذا الضريح حيث تصابق الضابط القضائية للضرك الملكي بمشرع بالقصير بإقليم سيد قاسم منذ مساء أول أمس ثلاثاء الزمن لحل لغز ظروف وملابسات وأسباب إضرام النار في ضريح سيد قاسم حروش دفين جامعة نويرات منذ 300 سنة إذ التهمت النيران قبر الولي بالكامل ووفق ما أوردت تجريدة الصباح هذا في خبر آخر فقد أوقفت عناصر الضرك إمرأة بمحيط الضريح يشتبه في تورطها في إضرام النار ليتم إخضاعها في ساعة متأخرة من مساء أول أمس للحراسة النظرية للبحث معها إذ استنفر الحادث مختلف مصالح السلطات الترابية والقضائية والأمنية وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع النيران في قبر الولي بالكامل المزين بالزخرف المغربية التقليدية وهو ما يشير إلى استعمال مادة حارقة وجراء التغلب عليها بصعوبة كما يظهر في هذه الفيديوهات التي تشاهدها أمامنا هذا وحسب جريدة الصباح دائما فالموقوفة تعاني مرضا نفسيا وتتعلى عتم في الكلام وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث معها في الموضوع لمعرفة مدى تورطها في النازلة إذ تشير تحقيقات الأولية إلى ترددها على الضريح منذ أيام ولم يستبعد المصدر نفسه اتخاذه مكانا للمبيت وأوضحت الصباح نقلا عن مصادرها أن أفراد الضرك الملكي والتقني توجهوا إلى الضريح وأخذوا عينات من رماد قبر الولي صديقاسم حروش قصد إحالتها على المختبر التقني والعلمي التابع للقيادة العليا للجهاز بالرباط من أجل إجراء خبرة عليها لتأكد من طبيعة المواد المستعملة في الحريق إذ تتجه التحقيقات إلى أن العملية مضبرة وما زالت الضابط القضائية تعكف على أسبابها ويعد سيدي قاسم حروش دفين أنويرات من سلالة الولي سيدي قاسم بوعسرية مؤسس المدينة والمدفون بها في 1699 ويتوفر حروش على مجموعة من المؤلفات من جهة وأيضا كتقول بعض الأخبار بأن هناك الباحثون على الكنوز كينين في هذه المنطقة لأن المنطقة كتعرفوا حتى تاريخ زاخر وحتى كينين حتى أطار دير الرومان والفينقيين في هذه الأماكن وكيكونوا بعض مرات كنوز مدفونة تحت الأرض فدائما التهامات متوجهة في عدة اتجاهات هذا بخصوص ما وقع كينين هنا صور دير الضريح وأيضا فيديوهات للحظة اشتعال النيران بخصوص هذا الوقع المتيرة اللي وقعت بالقرب من سيدي قاسم هذا الضريح عندو حد الحمولة تاريخية بكل صراحة حمولة تاريخية بغض نظر على الممارسات هادوك شي الممارسات اللي كيديروه من الناس هديك ربو حدها هادوك شي اللي كيديروه الجهالة هادو قدروا ندوه عليه ونصفيدوا في الهضراء على هاد القضية بطبيعة الحال هادوك شي ما كينفحش لأنه لكان ينفع كون كان هو هاد السيد اللي مدفون هو ولي صالح هو إنسان معمير تاريخي أنه قام بوحد العمل اللي يزوين بزافه وأنه أنشأ وحد المدينة دي السيد قاسم هو المنشئة دياله هو من سلالة ديال علي بنه أبي طالب كتعني أنه سلالة دياله شريفة ولكن لكانه كيتقاموش ممارستها ومقدرش بالنسبة الناس الجهال اللي هنقولوا لهم وحد الميصاج عن وجهه لهم هو ما قدرش يحميه حتى راسه واش بقي ليع يحمي الناس ولا الناس يجي وتبركو به هذا كانوا حد سيد صالح داز في الأيام دياله كيبقوا حد إرت التاريخي بالنسبة للمغرب وللمنطقة وكتبين لك الجدارة ديال هاد السلالات لحكم المغرب بطبيعة الحال وأيضا العمق التاريخي دياله هاد الضريح فقط المؤسس ديال سيدي قاسم عنده 300 عام فما بالك بالتاريخ القديم ديال المرابطين والمارينيين والدولة الإدريسية الأولى إلى آخره من هاد من هاد التاريخ المشرف ودائما اللي كيبقى غير واجب الحفاظ على هاد الموروط بكل صراحة واجب الحفاظ عليه وحال هاد الأعمال مستنكرة تحقيقات اللي تبادرت بهذه الخصوص تحقيقات لمعمقة ومن أعلى مستوى أن الضرك الملكي كي يدخل باش عرف واش هاد شي بفعل فاعل هاد سيدة واش شو حدين أطراف اللي دافعينها باش تقوم بهد العمال أو أنها مختلة عقليا فقط قامت بهد العمل ممكن وحد تحقيق اللي شديد جدا لأن هذا كيبقى موروط تاريخي للمغاربة والتاريخ هو أكتر حاجة لشعوب كتحتفظ به باش تعرف العراقة دياله بتعرف منين جات وفين غادة أما الناس اللي معدومش تاريخة مثال بحل دول مجاورة كتشوفوا أنها كتبحت باش تمحي التاريخ ديال الآخرين وأيضاً كتكون حائرة لا تاريخ لها ولا قيمة لها هذا فيديو أو آخر من مكان وهذا الضريح مع كامل الأسف هادو أعمال تخريبية وكينشوكوك أنها تقدر تكون عندها علاقة بالمنقبين على الكنوز حيث كتعرفوا أنها ممكن نشطو في مثل هاد المناطق من أجل استخراج الكنوز اللي كتكون قديمة وكتكون مكونة من الدهاب والفضاء والمرجان والياقوت فالناس كانت تخزن في العهود القديمة كانت تخزن الأموال ديالها عبارة عن قطع دهبية وقطع فضية وقطع من المجوهرات الياقوت والمرجان كانت تخزنهم لدوير الزمان ولكن كيوقع أحداث أن الإنسان قدر يوليفيه زهايمر مثلاً قدر يبدأ ينساه كين أشياء أخرى أن هذا السيد يقدر يجيه مرض مباغت أو يموت أو يقدر يتوفى من خلال حروب إلى آخره فكان هذا الزمن كي يخزنوا فيه هذه الأموال ديالهم وده باركين منقبين ديال الكنوز اللي كي يستغلوا بحل هذه الأضرحة من أجل نهبها ونهب الكنوز التي تحتويها وأيضاً بما أنها بناية قديمة فكتبقوا حد نسبة أنهم يكون فيها كنوز عالية جداً شكراً على حسن الإسقاء والإستماع إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر